السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بوهرات. النهاردة ان شاء الله هنعمل ميني ميني تورتة. يعني التورتة دي حجمها صغير جدا تنفع تتقدم لفرد واحد. طعمها جميل جدا وشكلها شيك في التقديم ان شاء الله لما تجربيها هتعجبك الطريقة. تعام نشوف معنا المكونات. معايا 5 جرام من دقيق الريد فيلفت. وتلات بيضات. ومعلقة صغيرة من الفانيليا. ونص كوباية مياه. وخمسين جرام جبدة. وخمسة وعشرين مل زيت. ومعلقة كبيرة من الخل. ومعلقة صغيرة من محسن الكيك. الجل. ورشة ملح. هنبدأ بسم الله. هحط كل المكونات مع بعضها. حطيت البيض. والفانيليا. معايا الجرام من الخل. ونص كوباية مياه. وهحط الزبدة والزيت. وعايز اقول لي كمان ممكن تستخدمي المقدار كله زبدة او ممكن تستخدمي كله زيت. معايا كمان رشة من الملح. ومعلقة صغيرة من محسن الكيك الجل. عايز اوري لي كمان محسن الكيك الجل. لو هو مش صالح للكيكة. بيقول شكله عامل ازاي. ده شكل المحسن الجل. لما بمد الصلاحات بتاعته بتنتهي بيبقى لونه كده كريمي وابيض. اما اللي يكون صالح اللي هو اللونه بيكون شفاف زي البازلين. ده تستخدميه. لكن لو لقيته لونه بيض. تستبعديه فورا ما تحطهش على كيك لانه طبعا هيبوزه. وهيخليه مش مظبوط خالص. بدأت احطت كل المكونات مع بعضها. وحطت كمان الدي بتاع وهو بيكون جاهز. بتجبيه من المحل المستلزمات بتاع الحلويات. بيكون عليه بك المبودر والسكر. ومحسن آآ للكيك. في كل المكونات. بتضرابي لمدة خمس دقايق. ولو نلاحظ ان الخليط مش هيرتفع زي الكيكة السفنجية. لان احنا طبعا حطين مادة دهنية. فحيكون الخليط بتاعنا آآ مش مش هاش ولا آآ مرتفع زي الكيكة السفنجية. هنضرابه لمدة خمس دقايق وبعد كده بنحط آآ ورقة آآ ورقة زبدة في في صاج. المقدار ده آآ نص كيلو دقيق من آآ من بتحطيه في صاج مقاسه تلاتين في اربعين. لكن انا في الفيديو هنا استخدمت صاج كبير شوية آآ صاج مقاسه اربعين في ستين لاني عايزة الطبقة تكون رؤياء جدا. وبتبدأي تحطيه في الفرن. بتحطيه لمدة آآ بالنسبة لي. حطوته لمدة عشر دقايق من عشر من عشر الاتنشر دقايق لاني طبعا الطبقة رؤياء جدا ومش عايزها تنشف مني. بتحطيها وبتابعها لمدة عشر دقايق. لكن لو انت هتحط المقدار في صاج آآ تلاتين فاربعين. هتسيبيه تقريبا تلاتين دقيقة. بتكون الكيكة بتاعتنا جاهزة وجميلة وهشة. ببدأ اقلب الكيكة بتاعتي على ورقة زبدة وبسيبها لما تبرد تماما. ببدأ اقطعها بقطعها مدورة. القطع دي مقاسها تسعة سنتي. ممكن تقطعيه بالمقاس اللي انت عايزاه. انا هقطعه بالقطع اللي مقاسها تسعة سنتي. وهبدأ اعمل الكريمة بتاعتي معايا نص كوباية من السكر ونص كوباية من كريمة آآ شيز بودر دي برضو بتجيبيها من محل المستلزمات الحلويات. ومعايا نص كوباية من الكريم شنطية البودر. معلقتين كبار من البستري كريم. واربع مكعبات من الجبنة الكريمي. استخدمي النوع الموجود عندك. ومعايا كوباية ونص مية متلجة. بدأت احطيت آآ تقريبا ربع كوباية من المية على البستري كريم وبقلبهم وبسيبه على جنب آآ البودر بتاع البستري كريم بيكون لونه ابيض زي الكريم شنطية وبعد ما بتحط عليه المية بيتغير لونه بيبقى لونه اصبر زي ما انت شايفها في الفيديو كده. حطته على جنب وببدأ حط بقية المكونات معدة طبعا الجبنة بسيبها للاخر. حطت الكريم آآ تشيز والكريم آآ شنطية والمية وببدأ اضربهم بالمضرب بتاعي. لحد ما القوام يتقل زي ما انت شايفة كده. وبعدين ببدأ احط البستري كريم شايفين البستري كريم بعد ما حطينا على المية لو نتغير وبرضو بيشرب المية. ومعايا كمان الجبنة استخدمي اي جبنة آآ متوفرة عندك. انا مستخدمي الجبنة اللي هي الكيري. بس يفضل ان انت تضربها في الاول كده بشوكة عشان تنعاميها قبل ما تحطها على الكريمة علشان نتخرص معاك في الكريمة. وبدأت حطيت كمان بقيت آآ كمية المية وراعي ان المية بتاعتك تكون متلجة تحطها في الفريزر قبل ما تستخدميها. عشان الكريمة تطلع مزبوطة. الكريمة دي طعمها جميل جدا جدا وهتعجبك في الكيكة دي. ان شاء الله لما تجربها هتعجبك جدا. ومعايا كمان الاواعد بتاعت الترطة. دي اواعد برضو صغيرة بتجي كده جاهزة بتجيبها برضو من محل المستلزمات. الاعدة الكارتون دي بيكون مقاسها تقريبا حداشر سنتي. آآ يعني بخلي الاعدة بتاعتك تكون اكبر من الكيكة شوية او اكبر من كتر الترطاية. ومعايا كمان ورق الفاكيوم. الورق الفاكيوم ده عبارة عن ورق شفاف كده بيتلف حوالين الترطة بيسهل عليك الشغل وبخلي شكل الترطاية بتاعتك آآ شكلها شيك وجميل. ببدأ كمان احط طبقات. حطيت آآ شوية كده من الكريمة على الاعداء علشان تمسك معايا الكيكة. وببدأ احط طبقة من الكريمة. وبعدين طبقة من الكيكة. وبسقي الكيكة بتاعتي. طبعا بسقيها بالآآ باي محلول سكري لو انت حابة تعمل محلول سكري. آآ كبات مية على كبات سكر وبتخليهم يغلوم وتحط نص لمونة. او ممكن تسقيها. انا بالنسبة لي بسقيها بالآآ بمشروب غازي. بيدي لها هشاشة جميلة جدا. وبعدين احط طبقات زي ما انت شايفة. وفي الاخر بعمل برضو آآ وردات كده من الكريمة. وبتزيني بالفتفيت بتاعة الكيكة بتاعتك. وبتحطها في مصفى علشان تنزل معاك محببة كده وبيبقى شكلها جميل جدا في التازيين. عملت واحدة تانية وبرضو اعملت آآ قلوب كده بقطعها صغيرة من الكيكة بتاعتي وبتزينيها شكلها جميل جدا ان شاء الله. التازيين بقى حسب زوجك وحسب رغبتك. دي بقى الكيك بحطها كده في مصفى وببدأ اضغط عليها فبتنزل حبيبات صغيرة كده زي الرمل كده بيبقى شكلها جميل جدا في التازيين. شايفين ان شاء الله الطبقات جميلة. والكيكة بتاعتي هشة وطعمها جميل جدا. الكريمة اللي احنا عملناها الخليط اللي احنا حطينه. حطين آآ الكريمة والجبنة والكريم شنطي والبصري بيدي طعم جميل جدا للكريمة بتاعتنا. الحشوة دي جميلة ان شاء الله ما تجربها تعجيبك. وكل حاجة متوفرة في محل مستلزمة الحلويات بتكون تتبع كده بودر وانت يا دوب بتخلطيها. كملت بقية الكمية بتاعتي. الصاق ده عمل معايا سبع آآ ترطات. ما شاء الله زي ما انت شايفة كده. تاكلهم جميل جدا والتازين ده معايا سوس فراولة. بيجي جاهز برضو. وزيني بقى زي ما تحبي. او الحبيبات اللي هي اللي بتنزين بها الغريبة. شكلها جميل جدا جدا بتقديم شايفين ما شاء الله. شكلها رائع رائع. وكمان طعمها جميل جدا جدا. الميكس اللي احنا عملناه في الكريمة طعمه جميل جدا جدا. بتكلفة بسيطة جدا. عملنا سبع ترطات ميني. الترطية من دي بتكفي فرد واحد لما بتقدميها. وما شاء الله شكلها جميل جدا. وطعمها في منتهج جمال. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. واسبكم في امان الله. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.